صباح الخير سمر مرة أخرى وصباح الخير لكل مشاهدين ومتابعين ومتابعين برنامج يوم جديد بنصب عليكم مرة أخرى من محافظة العاصمة عمان وبالتحديد من هيئة شباب كلنا الأردن وبالتحديد أيضا من مركز خلد هذا المركز الذي يقدم العديد من البرامج الهادفة والمتخصصة والدورات التدريبية المختلفة ويقدم العديد من المرافق والخدمات والأدوات والمعدات الحديثة والمرافق والمراكز لغيات التدريب والتعليم للشباب طبعا مشاهدين لحتى نتعرف أكثر على هذا المركز وحكون معنا الآن أستاذ عثمان العبادي وهو مدير المركز والقائم عليه وهو من الشباب النشامة التابعين للهيئة اللي شارك بالعديد من الأنشطة والفعاليات في خلال المركز سيدي مقول لك صباح الخير ويعطيك ألف عافية حابين تعرفنا أكثر على مركز خلدة التابع لهيئة شباب كلنا الأردن صباح الخير وصباح الخير لكافة مشاهدين الكرام على شاشتنا الوطنية وسعادات جدا بهذا الدور اللي يلعبوا التلفزيون الأردني بيتسليط وضوع على قصص النجاح اللي يقوموا فيها شبابنا الأردني بمختلف المؤسسات والبرامج الشبابية هيئة شباب كل أردن اليوم كما نعلم أنه ب13 ما مقر إلها منتشرات والمحافظات هذا جزء من هذه المقرات وهو عينة إلى إلهم وتوفر في هذه المحطة اللي نحن موجودين فيها وتقدم عدد من دورات الكمبيوتر والدورات التقنية اللي تخدم الشباب وأيضا موجود لدينا في قاعة أخرى تدريبية مخصصة لأن نعقد فيها الدورات التدريبية والبرامج واليوم جزء من فلسفة الهيئة أنه تكون ما في مركزية ببرامجنا وأنشطتنا حتى نصل الشباب من خلال الجامعات المنتشرة أو المناطق واليوم هذا المركز هو عبارة عن جزء من الإسناد والدعم اللوجستي لبرامجنا المتخصصة والبرامج المركزية وأيضا الانتشار من خلال عدد من الجمعيات والأندية والبرامج والعملات شؤون الطلبة الشركاء معنا بأنه نقدم أنشطتنا الأنشطة متنوعة ومتعددة والخطة تعتمد على فكر شبابي وهي جزء من منظومة متكاملة خلال تحقيق أهداف تخدم الشباب بشكل حقيقي سواء رفع قابلية التشغيل سواء تطوير مهارات الوظيفية سواء أيضا اليوم جزء من تطوير موارد بشرية بحيث أن تكون هناك تنافسية من شباب الأردني مع الشباب العربي أو شباب العالمين شكرا لك صباحك سعيد صباحي الورد طبعا المشاهدين ستكون معنا الأستاذ محمد إشحاد وهو المدرب في محطة المعرفة التابعة للمركز ضمن هيئة شباب كلنا الأردن أستاذ محمد يقول لك صباح الخير يعطيك العافية حابين تعرفنا أكثر على البرامج اللي بتدربها وتحكينا عن أليات التدريب وعن توفيرك جميع الأدوات المعدات اللقاعات اللازمة للتدريب صباح الخير أهلا وسهلا فيكم في محطة المعرفة إحنا هون في محطة المعرفة لنقدم مجموعة من البرامج المتنوعة في منها مجموعة من البرامج المتعلقة برفع الكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات والحوسبة والآن انتقلنا لمرحلة ثانية اللي هي ريادة الأعمال أعطينا مجموعة من الشباب دورات في ريادة الأعمال والمعلومات المالية والإدارية اللي ممكن تمكن الشباب حتى يكونوا شباب منتج قادر على فتح مشاريع خاصة ونبتعد شوي عن موضوع توفير الوظيفة أو انتظار الوظيفة في الفترات طويلة نعم كل شكرا لك صباحك سعيد أهلا وسعيد طبعا مشاهدين رح تكون معنا أيضا بعض الشباب والشبابات أيضا المشاركات في الهيئة من خلال عديد من البرامج صباح الخير نتعرف عليك صباح النور أنا عياتك ريشان تحكينا عن مشاركتك في العديد من البرامج والمشاريع اللي قدمتها الهيئة وتحكينا شو سفدت منها طبعا أنا تخرجت من الجامعة الأردنية تخصص علم نفس في 2016 طبعا ما لقيت شغل يعني ما حلفني الحظ فأنا أخذت مجموعة من الدورات التدريبية مع محطة المعرفة في هيئة شباب كلنا الأردن وعن طريقهم أنا أخذت دورات اللي هي إدارة المشاريع الصغيرة ودورة التسويق الإلكتروني فشجعتني على أني أنا أبدأ مشروعي طبعا أنا عندي موهبة اللي هي تصميم الأزياء فقررت أني أنا أفتح مشروعي وجبت لكم اليوم مجموعة من تصميمي عشان أعرض لكم إياه بديك تعرفين على واحد منهم على السريع تمام هلا مثل اليوم أنا لابسة طبعا من تصميمي ومثل هاي الإطعاء بدي أفرجيكم أنه كيف الوحدة بتقدر تلبسها بحجاب أو بدون حجاب كفستان أو كطائم رسمي فيه كمان هاي الإطعاء الفكرة أنه مستوحية من تصميم عالمي بس متوفرة طبعا بأسعار متناولة بيد الجميع وهذا كمان فسطان من تصميمي كل شكرا لك سبعك سايد عفوان أهلا أيضا مشاهدين رح نختم مع أيضا صبية من المشاركات في ألهية أو العديد من البرامج كلك سبع الخير تعالي هون بس يخلي بين المنتجات سبع تعرف عليكي اسم سوكينة عبد الكريم خريجة جامعة الأردنيين من خريجي من 2015 طبعا ألتحقت بوظيفة ما يقارب ثلاث سنوات وبعدها سمحت لفرصة أن ألتحق بهيئة شباب كل الأردن تحديدا بمحطة المعرفة طيب أنا بدي أجهون جنبك بس لحتى زميني أنا سعوادي سارط المنتجات الموجودة معنا تحكينا عن بعض المنتجات اللي أنت مشاركة فيها من خلال إزفاتك من البرامج والمشاريع اللي أخذتيها بالهيئة أنا أولا التحقت بدورة إدارة المشاريع الصغيرة بمحطة المعرفة ودورة رياضة الأعمال ومنها خطر عبالي فكرة أنه إحنا ليش مروح دائما للمنتجات الطبيعية الخالية من المواد الحافظة فارجعنا برضو نصنع منتجات منها مخللات مربيات المكدوس كلها منتجات خالية من مواد الحافظة نصنعها صناعة بيتية ونضيفة نعم شكرا لك صباحك سعيد أهلا بكم نختم أيضا مشاهدينا مع هذا الشاب النشمي قبل قليل يعني حكالي مع بعض المشاريع والبرامج اللي شارك فيها تويط المعنى صباح الخير نتعرف عليه يسعد صباحك عمران فريحات عضو بهية شباب كلنا لوردن عمران يعني انت حكيت لك بشوعة عديد من البرامج المشاريع اللي شاركت بها بديت حكي لي أول شي لي شاركت بهالهيئة اللي رحت على الهيئة وشو استفدت منها بشكل عام بكل أمانة حكون صادق معك أنا من الناس اللي كنت دايما أبعد عن الهيئة ولكن ما بعرف ممكن لي سبب نفسي شبابي كذا كذا ولكن عندما أتاحت لي الفرصة تقربت للهيئة ضمن مشروع مكافحة الفكر المتطرف فكانت هذه المدخل لي لهيئة شباب كلنا لوردن وصندوق الملك عبدالله وبدأنا بعدة مشاريع وانطلقنا بمبادرة شبابية اسمها وين الغلط وان شاء الله ستشوف النور في الأيام القادمة نعم شكرا لك صباحك سيد شكرا لك أهلا وسهلا طبعا المشاهدين مثل ما شفتم كنا اليوم معكم على الهواء مباشرة من محافظة العاصمة عمان حبينا أن نسلط الضوء أكثر على هيئة شباب كلنا لوردن هذه الهيئة الرائعة والمميزة من خلال العديد من البرامج والمشاريع التي تقدمها لجميع الشباب والشابات في مختلف أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية من خلال العديد من المراكز الموجودة فيها ولا أرى خليكم مع زمين معاذ الجحاوش حتى نأخذ جولة صباحية أيضا في هذه القاعة محطة المعرفة الموفرة فيها جميع الأدوات والمعدات الحديثة والمدربين المتميزين القادرين على تقريب أفضل المعلومة للشباب والشباب وصباحكم سعيد مرة أخرى مشاهدين موسيقى 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 موسيقى